السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حياكم الله أخواني وأخواتي في كل مكان وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج اللهم يا معلم إبراهيم علمني ويا مفقه سليمان فقهني سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أخذ هذه المجموعة من الاتصالات تفضلي علي السلام عليكم وعليكم السلامة الله يخلوا سمحت عندي أربعة سؤالة تفضلي علي سؤال الأول بالنسبة للمظلوم إذا جاء على من ظلمه فأصابه الله مكروه مثلا مرض أو مات وغيرها فهل يأثم على ذلك طيب سؤال الثاني إذا أخطأت في الصلاة أو نسيت ركن أو واجب وتذكرت في الركعة الثالثة في الصلاة الرابعية أو في الركعة الأخيرة ما حكم مصطلاتي هل الركعة الأولى تبطل وتحلم أحلها الثانية وتكون الركعة الثالثة التي تذكرت فيها الخطأ هي الثانية أو تبطل الصلاة بذلك كامل طيب سؤال الثالث هل يجوز للمسلم أن يتجوغ غير مسلمة وما هي شهوط هذا الزواج طيب سؤال الرابع بالنسبة للسنان والنواف القبلية والبعدية فهل تجوز قراءة الفاتحة فيها دون قراءة صورة بعدها كذلك السنان القبلية إلى الصلاة الفجر طيب طيب يا علي أشكور بارك الله فيك مرحبا فضلي فتيحة وعليكم السلام دكتور عندي سؤالين فيما يخص إخوالنا الذين يعيشون في أوروبا نعم السؤال الأول حكم أكل الأجبال التي يدخل في تصنيعها أنزيمات تستخرج من معهدات الأبقار والكباش التي يمكن أن تكون قد ذو بحق بطريقة غير شرعية مع العلم أن هذه الكيمية قليلة لتخسير الحالي ثانيا سؤال ثاني في كثير من الأحيان هم مسترين أنهم يؤدون أبناءهم إلى الحضانة وعندهم قوانين في الحضانة أنهم كل طفل في الحضانة ويكون صغير عامين ثلاث سنوات إلى أربع سنوات مسترين أنهم قانون هناك أن يعطلهم حصتهم من اللحوم والبروتينات وهناك من أفتى لهم لا أظن لا أعلم من أفتى لهم قيل لهم أنهم ممكن أن يأكلون خاصة لحم الدجاج هل هذا جائز أم غير جائز جزاكم الله يعني لا يأكلون لحم الخنزير لا لا لحم الدجاج لحم الدجاج أو لحم العجول نعم وهم لا يدرون في بعض الأحيان أن يعطون لهم خنزير أم لا ولكن هم يؤكدون على الإدارة خاصة لحم الخنزير لا يعطونها طيب إن شاء الله يفتح جزاكم الله عزيز أهلا وسهلا ومرحبا تفضليم محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أزاكم الله خير يا شيخ على هذا البرنامج الله يحفظكم أمين عليه أمين سؤال واحد يا شيخ أنا عندما أريد أن أطلع كفارة يمين أذهب إلى مطبخ شعبي صاحب المطبخ الشعبي يعرف الفقراء أعطيه هذا المال الفلوس يعني عشان يطلع كفارة اليمين لأني لا أعرف الفقراء يعني أين يوجدون نعم فهل هذا جائز يعني لأن أعطيه الفلوس بس هو يقول أنه يعرف يعني فقراء هذه العمال في الشارع وغيره هذا ويعطيه في فقراءة اليمين فهل هذا جائز يا شيخ؟ إن شاء الله يا محمد جزاك الله خير مرحبا طيب أحياكم الله إخواني من جديد الأخت أمبيان من اليمن سألت عن مقبرة في قريتهم وتقول بأن المقبرة هذه دائما تدخلها السيارات والمواشي وتقول بأن الناس استهانوا بهذه المقبرة لدرجة أنهم كانوا يقيمون مخيم للعرس داخل هذه القبور وللأسف يدوسون عليها وشيء من هذا القبيل وأيضا يصلون في المقبرة تسأل عن حكم ذلك أختي أمبيان بارك الله فيك أولا بالنسبة للمقابر لها أحكام في شريعة الإسلام ولذلك المقبرة هذه عندنا في شريعتنا محترمة ولا يجوز لأحد أن يمتهن المقبرة ولا أن يجعلها مكب للنفايات ولا يجعلها محل للأكل والشرب ولا لإقامة الحفلات ولذلك الإنسان الميت في قبره كالحي في بيت الإنسان الميت المسلم في قبره مثل الحي في بيت وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الأوامر والنواهي فيما يتعلق بكيفية التعامل مع المقابر خاصة وأن أهل الجاهلية كان عندهم مجموعة من العقائد الباطلة التي أبطلها النبي عليه الصلاة والسلام ووضح المعالم في قضية التعامل مع المقابر من ذلك أن الإنسان إذا زار المقبرة يسلم على أهل القبور يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين يرحم الله المستقدمين منكم والمستاخرين وإن إن شاء الله بكم لاحقون ويقول أنتم السلف ونحن بالأثر الأمر الثاني بالنسبة لزيارة المقابر سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام فقد صح عنه من أكثر من وجه مشروعية الزيارة للاعتبار وللاتعاض نبي عليه الصلاة والسلام زار المقابر بنفسه كثيرا وكان يقول زور المقابر فإنا تذكركم الآخرة الأمر الثالث لا يجوز للمسلم أن يطأ القبر أو أن يجلس عليه فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يطأ على قبر مسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه وتخلص إلى جلده خير له من أن يطأ على قبر مسلم يعني يدوس عليه وصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه رأى صحابيا اسمه عمر بن حزم قد اتكأ على القبر اتكأ عليه فقال لا تؤذي صاحب القبر قال لا تؤذي صاحب القبر وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا يمشي بين القبور بنعلين سبتيتين وهم النعال الفاخرة التي فيها شعر مقصوص هذا قال يا صاحب السبتيتين ألقن عليك فأرى ما نعليه ومشى حافيا بين القبور ونص العلماء على حرمة إيذاء القبور بأي نوع من أنواع الإيذاء ومن ذلك أن يحدث الإنسان في القبر أن يحدث بمعنى يتخلى ويقضي حاجته بين القبور يقضي حاجته بين القبور وأما الصلاة بين القبور أو في المقابر فمحرمة وباطلة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام فمن صلى داخل المقبرة صلاة فرض أو نفل فصلاته باطلة وفعل فعلا محرما أما صلاة الجنازة فجائزة سواء صلوا الناس على القبر أو صلوا على الجنازة داخل المقبرة فجائزة لماذا؟ لأن الصلاة صلاة الجنازة تكبيرات وليس فيها ركوع ولا سجود وإنما هي مجرد تكبيرات مجرد تكبيرات ومن أعظم المنكر أن يقيم أهل القرية مخيما لإقامة الحفلات والأعراس ولا شك بأن هذا إيذاء عظيم لأهل القبور نسأل الله العافية والسلام وهم واقعون في إثم كبار وفي ذنب عظيم عليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يستغفروه وكل من صلى صلاة الفرض في المقبرة عليه أن يعيد صلاته حتى لو كانت لسنوات طويلة كل من صلى داخل المقبرة صلاة الفرض داخل المقبرة بين القبور فصلاته باطلة ما تصح لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في المقبرة وأما الصلاة إلى المقبرة والمقبرة مفتوحة ما فيها جدار وإنما يستقبل القبور وهو خارج المقبرة فصلاته محرمة فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا تصلوا إلى القبور لا تصلوا إلى القبور وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحذر كثيرا من إيذاء أهل المقابر أهل المقابر لذلك نهى عن الاتكاع على القبر ونهى عن وطء القبر ونهى عن الجلوس على القبر ونهى أن يمشي الإنسان متبخترا مثلا بين المقابر وبيّن صلى الله عليه وسلم ما لأهل المقابر من الحقوق من السلام عليهم والدعاء لهم ولذلك أخت الفاضلة ما يفعله أهل القرية لا شك بأنه منكر عظيم نسأل الله العافية والسلامة ويجب أن تصل إليهم هذه الرسالة وأن يتقوا الله عز وجل وهل الأرض ضاقت إلا في المقبرة يقيم عليها مخيم للأعراس ويجب على أهل القرية والمسؤولين في القرية أن يحوطوا هذه الأرض المقابر هذه يحوطونها بسور أو بسياج يمنعون دخول البهائم ويمنعون دخول الناس بسياراتهم ويمنعون دخول الناس لأجل مثل هذه الحفلات وإنما يجعلون هذه المقبرة مقبرة شرعية مسورة بسور ولها باب مثلا ويضع عليه حراسات ويحترم هؤلاء الموتى من المسلمين وكل من يعني كل من عاند في هذا الأمر وأصر على ذلك فهو آثم والله عز وجل يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتان وإثما مبينا السؤال لهؤلاء الأفراد هل يستطيعون أن يعتدوا على جيرانهم مثلا الجار يدافع عن نفسه لكن هذا الميت مسكين هذا ما يستطيع يخرج يدافع عن نفسه وأن تجالس تؤذيه في بيته هذا القبر بيت للميت هذا حق له ما يجوز الاعتداء عليه بأي نوع من أنواع الاعتداء بأي نوع من أنواع الاعتداء ولا يسمح للبهائم أيضا أو لأصحاب البهائم أن يدخلوا بهائمهم للرعي داخل المقبرة وإن وجدت حشائش تحش ثم تخرج خارج المقبرة وتطعم البهائم أما يقال البهائم أو يؤذر للبهائم بالدخول لا شك بأن هذا أيضا إذاء للأموات فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يعتبروا للأسف الشديد الآن أحوال المسلمين والله عجيبة يعني خاصة في التعامل مع المقابر قليل منهم على الهدي النبوي هناك من يبالغ ويغلو في المقابر ويصرف للمقبورين بعض أنواع العبادة التي هي لله عز وجل هناك والعياذ بالله من يعني يعني يعظم المقبورين أو يصنع في المقابر الشيء الذي أنكره النبي عليه الصلاة والسلام ونهى عنه وهناك من يمتهن المقابر مثل السؤال التي سألته الأخت أنبيان امتهان فضيع وفاضح ومؤلم يتصرفون بمثل هذا التصرف يعني يجعلون المقبرة محل الحفلات ومحل للعب ومحل كذا وكذا فنبهيهم بارك الله فيكم وهذه رسالة لكل مسلم أن يتق الله وأن ينظر في هدي النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يتعامل مع المقابر كيف كان يتعامل مع المقبورين يدعو لهم ويسلم عليهم صلى الله عليه وسلم هكذا وأمر بأن القبور لا ترفع أكثر يعني من شبر مثل ما أرسل علي رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام أرسل علي أن لا يدعى قبرا مشرفا إلا سواه والتسوية تكون يعني وضعه مع الأرض لكن يرفع حتى يبين بأن هذا قبر ويعرف الناس بأن هذا قبر حتى لا يدوسوا عليه ولا يطؤونه ولا يتكئون عليه ولا مثلا يؤذون صاحبه القبر أسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لطاعته ولمرضاته وأن يوفقنا جميعا لاتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم علي من عمان بارك الله فيه يقول بالنسبة للمظلوم إذا دعى على ظالمه ثم استجاب الله دعاءه فمرضى الظالم أو مات هل يأثم المظلوم علي بارك الله فيك الجواب لا الجواب لا طيب لماذا المظلوم دعى أصلا المظلوم دعى يعني يطلب النصر من الله سبحانه وتعالى لا يقول جل وعلا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم ويقول جل وعلا وَلَمَنْ إِنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلِ فإذا أنت دعوت الله عز وجل على من ظلمك واستجاب الله دعاءك كيف تأثم أنت توكلت على الله واعتمدت على الله ولذت بجناب الله ولجأت إليه سبحانه وتعالى فاستجاب الله دعاءك يأثم الإنسان إذا تجاوز في دعائه أو أن الله تعالى يخفف عن الظالم من قدر من المظلم على قدر هذا التجاوز من المظلوم واضح؟ يعني إذا ظلمك في شيء فرحت تدعو عليه دعاء عظيم فالله عز وجل يخفف عن الظالم من ذنوبه على قدر ما تجاوزت من الدعاء عليه مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة كما في سنن أبي داودة بإسناد الحسن قال لا تسبخي عليه رجل سرق من عائشة شيء فدعت عليه فزادت قال لا تسبخي عليه أنت الآن تخففين عنه العذاب هذا هو المعنى بارك الله فيك علي علي من عمان يسأل يقول إذا نسي المصلي ركم من أركان الصلاة أو واجب من واجبات الصلاة وما تذكره إلا في الركعة التي بعد فواتها يقول ماذا عليه في مثل هذه الحالة علي بارك الله فيك أولا بالنسبة لنسيان الركن لا يسقط الركن ولا يجبر هذا الركن بسجود السهو أما نسيان الواجب فنعم فإذا فات محله جبره المصلي بسجدتي السهو إما قبل السلام وإما بعد السلام بارك الله فيك أضرب لك مثال من نسي الركوع في الركعة الأولى مثلا وسجد مباشرة ثم من تبه إلا في الركعة الثانية بعدما يعني باشر الركعة وتلبس بها وقرأ وكذا يقول العلماء سقطت الركعة الأولى وقامت الثانية مقام الأولى وقامت الثانية مقام الأولى من أهل العلم من يقول إذا تذكر الركن قبل وقته قبل محله من الركعة الثانية رجع إليه كيف رجع إليه أنت الآن انتهيت من الفاتحة وقراءة سورة نسيت تركع رحت وسجدت ثم سجدت الثاني ثم قمت قرأت الفاتحة تذكرت بأنك ما ركعت في الركعة الأولى يقولون يرجع إليه يعني يركع وبعدين يكمل الركعة الأولى لأن السجدتين هذه لم يأتي بها في محلها الذي هو بعد الركوع محل السجود بعد الركوع قالوا هذه ملغات ألغيت فتقوم ترجع تركع يعني قراءة الفاتحة صحيحة تركع ثم تقول سمع الله الحمد تكمل الركعة الأولى بعدين تسجد لي السهو من أهل العلم أن يذهب إلى أنه إذا تلبس بالركعة الثانية الركعة الثانية يعني قام إليها واعتدل قائما سقطت الركعة الأولى وقامت الركعة الثانية مقامها واضح بالنسبة لمن نسي واجبا من واجبات الصلاة وفات محله فإنه يسجد لي السهو قبل السلام فالواجب إذا نسي إذا نساه المصلي في الصلاة جبره بالسجد ثيسه وأضرب لك مثال التشهد الأول فالراجح من قول أهل العلم لأن المسألة فيها خلاف من أهل العلم من يذهب إلى أن التشهد الأول سنة والقول الثاني بأن التشهد الأول واجب ومما يقوي الوجوب أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما نسي التشهد الأول في إحدى الصلوات سجد له لسه سجدتين طيب الآن أنت في التشهد الأول في صلاة ثلاثية أو رباعية وأنت في التشهد الأول وصلت إلى محل التشهد أو ما جلست قمت إلى الركع الثالثة مباشرة إذا تلبست بالركع الثالثة خلاص لا يجوز لك أن ترجع إلى التشهد الأول لماذا؟ لأن الركن أقوى من الواجب وأقوى من السنة على قول من يذهب إلى سنية ومن الخطأ ما يحصل عند بعض الناس ومن المؤلم أن يقع في هذا بعض إمة المساجد مؤلم والله أن يقع في هذا بعض إمة المساجد لما ينسى التشهد الأول ويتلبس بالركع الثالثة ويقول له سبحان الله يرجع خطأ حتى لو قالوا لك سبحان الله النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد لما سبحوا به قال هكذا يعني قوموا ما رجع صلى الله عليه وسلم من الركن إلى إلى المسنون أو إلى الواجب طيب ماذا تفعل يا علي؟ تسسس سجدة إنساء قبل السلام طيب لو قلت لي مثلا أنا أثناء لما جلست في التشهد جلست بعد الركعة الثانية وجلست الاستراحة نسيت مثلا ثم أثناء النهوض تذكرت بأنك أنت ما تشهد نعم تجلس لأنك ما زلت في وقت الواجب في محل الواجب تجلس وليس عليك شيء بارك الله فيك علي من عمان يسأل يقول هل يجوز للمسلم أن يتزوج غير مسلمة علي بارك الله فيك بالنسبة لهذه المسألة من أهل العلم من ذهب إلى عدم جواز زواج المسلم من غير المسلم يقول بأن المسلم لا يتزوج غير مسلمة مطلقا وذهب إلى هذا بعض الصحابة وقال بهذا بعض علماء السلف لكن الراجح جواز زواج المسلم من الكتابية والمقصود بالكتابية المرأة من هاتين الأمتين اللي أنزل الله عز وجل عليهم التوراة والإنجيل من بني إسرائيل والدليل على ذلك قول الله عز وجل والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ذهب جماهير أهل العلم إلى أن المسلم يجوز له أن يتزوج الكتابية بشرط أن تكون عفيفة بمعنى تعتقد حرمة الزنا ولا تمارس الزنا لأن المحصنات في القرآن تأتي على معاني تأتي المحصنات بمعنى المتزوجات وتأتي المحصنات بمعنى العفيفات فهنا قال العلماء والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم العفيفة التي تعتقد وتلتزم حرمة الزنا فيجوز للمسلم أن يقترن بها وقد تزوج جمع من الصحابة كتابيات تزوج جمع من الصحابة كتابيات فيجوز بهذا الشرط بارك الله فيك وينظر أيضا إلى ما يصدر من ولي الأمر لأن القاعدة الشرعية عندنا أن تصرفات الإمام يعني ولي الأمر الحاكم السلطان تصرفات ولي الأمر على الأمة منوطة بالمصلح فإذا رأى ولي الأمر منع مثلا الزواج من غير المسلمات مثلا يجب على الناس أن يلتزموا ذلك ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه منع كثير من الصحابة أن يتزوجوا من الكتابيات وذلك لما عند عمر من السياسة الشرعية والنظر المآلي والمقاصد فمنع ذلك رضي الله عنه بل قد يعني يعني يحق لولي الأمر أن يمنع الزواج من خارج الدولة إذا رأى المصلحة في ذلك لأن ولي الأمر قد يكون عنده من المعلومات ما يشير إلى كثرة مثلا ارتفاع نسبة العنوسة مثلا وجود مخاطر مثلا للزواج من الخارج أنا أضرب مثال فإذا أصدر ولي الأمر شيئ من هذا يجب على الناس أن يلتزموا هذه الأوامر وذلك لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم والخلفاء الراشدين لهم يعني اجتهادات كثيرة في مثل هذا التزم الناس ما أمروا به وكذلك من جاء بعدهم للنظر المصلحي المآلي بارك الله فيك علي من عمان يسأل يقول بالنسبة للسنن الرواتب والسنن المطلقة هل يجزئ قراءة الفاتحة فيها خاصة مثلا مثلا السنن القبلي للفجر وغيرها يا علي بارك الله فيك الجواب نعم من قرأ الفاتحة فقط في السنن الراتب بل وفي الفرائض صحة صلاة ولله الحمد لماذا لأن قراءة ما زاد على الفاتحة في الصلاة سنة قراءة ما زاد على الفاتحة في الصلاة سنة وليس بركن بركن ولا بواجب لكن لا بد أن يتنبه الإنسان أن ترك قراءة ما زاد عن الفاتحة تصح به الصلاة لكن ينقص الأجر على قدر نقصان هذه السنة فليس أجر من قرأ في ركعتي الفجر السنة القبلية الفاتحة وقل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية الفاتحة وقلوا الله أحد لا يستوي يعني هو ومن يقرأ فقط الفاتحة ويقتصر على الفاتحة أو نقول لا يستوي من يقتصر على الفاتحة فقط مع من يقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن خاصة يعني السور التي أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى قراءتها مثلا يعني مثلا ركعتي الفجر يقرأ بعد الفاتحة المصلي بيقول يا أيها الكافرون بيقول هو الله أحد بعد الفاتحة النظائر هذه النظائر التي في السنة وكذلك سنة المغرب لكن لو اقتصر عليها صحة صلاة ولله الحمد والمن فتيحة من الجزائر بارك الله فيها تسأل تقول يعني المسلمين الذين يعيشون في أوروبا تقول يعني أحيانا يشترون الأجبان وهذه الأجبان فيها أنزيمات من الأبقار ويسألون يقولون يعني ما الحكم ما يعلمون يعني هل هذه ذبحت بطريقة شرعية أم لا تقول كمية قليلة أختي فتيحة بارك الله فيك بالنسبة لما يسمى بالأنفحة هذه أو الأنزيمات التي تذكرينها إذا كانت النسبة قليلة جدا من حيوان إذا ذكي أكل جاز ذلك ولله الحمد والمن وقضية عدم معرفة المسلم هل هذه ذبحت بطريقة شرعية أو بغير طريقة شرعية الأصل أنه لا يسأل الأصل أنه لا يسأل لكن إذا الجهة أعلنت ذلك وأفصحت عن طريقة ذبحها ويعني أخبرت الناس بأنها تقتل الحيوانات هنا لا يجوز لأن الحيوان الذي يأكل بعد ذكاته لا يجوز أكله إذا قتل أو ذبح بغير الطريقة الشرعية لكن عموما عندنا قاعدة ما يسمى بالاستهلاك وهي الأشياء المحرمة إذا كانت يسيرة وقليلة فاستهلكت في شيء كبير يعني العلماء في الراجح من أقوالهم يرون جواز ذلك الذي يظهر لما تذكرينه من أنفحة الأبقار التي تضاف إلى الأجبان وغيرها الذي يظهر بأنه حلال وما دام أنه لم يصلهم علم بكيفية الذبح فيتركون هذا لأن الأصل في الأشياء الحل فضلي أمت الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله شيخ أنجي كؤل فضلي مثلا عند الاستيقاظ من نوم مثلا عند المرأة مثلا توجد إفرازات إفرازات هذه مثلا لا تعب إن هي من شاهو أو غير شاهو أو حلم أو هكذا كيف تفرق بين أنه إفراز ماني أو إفراز عادي معروف أن من المرأة أفضل يعني طيب ومثلا وديها تفكير يعني يأتيها تفكير كثير يعني في تفكير بشاهو وهاكب ويعني متعبت من الغوثة له يعني كنت أصرف في الحال هذه شاء الله وديه بالزوج الصالح شاء الله أبشر يا أخت الفار آجل غير آجل بارك الله مرحب أهلا وسهلا فضلي أم جابر السلام عليكم ورحمة الله الشيخ نه السلام الله بركاته من فضلك أن أمي تسأل هي الآن إن شاء الله مسافرة بزيارة أهلها فهل يجب عليها أن تقصر في الصلاة في بيتي أو بويها المتوفيين لأنها سوف تزور المنزل وفي بيتي أختها وعمها وخالها هل عليها التقصر أم لا كم يوم تبقى ثلاثة أيام أو أربعة أيام يوم عند كل شخص يوم عند كل شخص المسافة السفر بعيدة بعيدة نعم طي سؤال آخر أكثر من ستمائة كيلو طي سؤال آخر السؤال الثاني صديقة قامت بحديثة سير وأخذت تعويض من تأمين فتسأل هل هذا المال الذي أخذتها به ريضة أم لا أن بعض الناس قالوا لها إن هذا المال ريضة وهو المحكمة التي حكمت لها به طيب شكرا جزيلا أهلا وسهلا طي تفضل يا سعد سعد من أردن أحياك يا سعد أنا والدي توفى قبل شهر والله يرحمه والدي عليها العدة فتجوز أن تخرج إلى بيت أهلها يبعد عنها خمسمائة متر خمسمائة متر نعم إن شاء الله يسعد لا أعطيك لا أعطيك لا أعطيك مرحبا تضريم خالد السلام عليكم عليكم السلامة الله إذاك الله خير على هالبرنامج مرحب أختي الله يخليك عندي سؤال هل يجوز هل يجوز أن في كل صلاة أقول السبوح قدوس ربي رب الملائكة والروح في كل صلاة في السجود يعني في السجود والركوع إن شاء الله مرحبا عافيك أرجع إلى الأسئلة بارك الله في الجميع الأخت فتيحة من الجزائر تقول يعني العوائل في أوروبا يذهبون بأطفالهم إلى الحضانة وأطفال صغار يعني عامين وكذا يعطونهم لحوم وبروتينات وشيء من هذا القبيل تسأل تقول في الغالب أنه لحم دجاج تقول ما حكم ذلك لأنه ما يعرف مصدر هذا الدجاج أختي الفاضل بارك الله فيك بالنسبة لي أولياء أمور هؤلاء الأطفال يجب عليهم أن يكونوا حذرين وحريصين وأن ينتبهوا إلى قضية إدخال شيء من المحرمات في شريعتنا وعقيدتنا إلى بطونهم وأجوافهم لأن الطعام له تأثير على طبع الإنسان وعلى أيضا أخلاق الإنسان وشيء من هذا القبيل ولذلك هم يجب عليهم أن يطمئنوا طمأنينة كاملة على أنهم لا يعطونهم اللحوم المحرمة عندنا في عقيدتنا مثل لحم الخنزير أو غيره فإذا قالوا لا هذا لحم آخر كلحم العجول أو الدجاج الأصل أنهم ما يسألون لأن الله تعالى قال وَطَعَامُوا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلُّوا لَكُمْ فلذلك الأصل أنهم ما يسألون الأصل أنهم ما يسألون لكن إذا تبين لهم بأن والله الآن هناك شركة شركة للحوم وهي معلنة عن كيفية ذبحها للدجاج وذبحها للعجول بقضية القتل وكذا لا يجوز لا حرام ولا يجوز أن يغذى الأطفال من هذه الجهة أما إذا جهلوا هذا الأمر فالأصل عدم السؤال بارك الله فيك أم محمد بن أبوظبي بارك الله فيها تقول أنا أريد أن أخرج كفارة يمين تقول هناك مطعم شعبي يعني صاحبه يعرف الفقراء والمساكين هل لو أعطيته قيمة يعني الإطعام يجزئ ذلك أختي أم محمد بارك الله فيك الجواب نعم يجزئ وأنا كثيرا حقيقة ما أوصي بهذا خاصة لأشخاص الذين لا يعرفون الفقراء ولا يعرفون المساكين أو قد يكلفهم هذا جهد في البحث مثلا عن الفقراء والمساكين أو أخواتنا وبناتنا أمهاتنا النساء اللي ما عندهم أحد مثلا يذهب بهم إلى الجمعية أو يبحث مثلا و ما عندهم معرفة مثلا نعم خاصة إذا وثقت بصاحب المطعم و أنه رجل مستقيم و أمين يقال لهذه كفارة يمين في ذمتك انتقلت من ذمة صاحب الكفارة إلى ذمته و يعطي الفقراء و المساكين يطعم عشر من الفقراء و المساكين نعم يجوز في مثل هذه الحالة و يجوز التوكيل في إخراج كفارة اليمين بارك الله فيك أمت الله من ليبي تسأل عن يعني الإفرازات التي تخرج من المرأة بعد استيقاظها من النوم تقول و إذا سبق ذلك تفكير ماذا يكون الحكم هل هو مما يوجب الغسل أو مما يوجب الوضوء أمت الله من ليبي أسأل الله تعالى أن يمنى عليك بالزوج الصالح و أسأل الله تعالى أن يحفظك و أن يحفظ جميع بنات المسلمين كما أسأله جل وعلا أن يسر لك الزوج الذي تسعدين به في الدنيا و الآخرة بالنسبة أخت الفاضلة لإفرازات التي تراها المرأة بعد استيقاظها فإذا لم تذكر احتلاما يعني ما ذكرت احتلاما في المنام فإن هذه فيها الوضوء و ذلك للقاعدة الشرعية أن الخارج من السبيلين و لو كان طاهرا فإنه ناقض للوضوء و المرأة طبعا إذا كانت قد استيقظت من منامها فهي أصلا النوم ناقض من نواقض الوضوء بالنسبة للنوم المستغرق و لذلك تتوضى و تغسل هذه الإفرازات أما إذا سبق ذلك تفكر و شيء من هذا القبيل فإن هذا في الغالب يكون مديا و هو نجس يغسل و فيه الوضوء و ذلك للقاعدة الشرعية أن الحادث يضاف إلى أقرب أسبابه فإذا سبق النوم تفكير ثم وجدت المرأة شيء من هذا أو وجد الرجل أيضا فإنه يضاف إلى هذا التفكير و لا يكون منيا يوجب الغسل و إنما نجس يغسل و فيه الوضوء بارك الله فيك أم جابر من المغرب تقول والدتها مسافرة لزيارة أهلها تقول ستكون مدة ثلاث أيام أو أربعة أيام مرة في بيت أخيها و مرة يوم في بيت عمها و يوم في بيت خالها تقول هل يجب عليها أن تقصر الصلاة أم جابر بارك الله فيك أولا بالنسبة للقصر رخصة و ليس فرض و لذلك يا جماهير أهل العلم يذهبون إلى أن قصر المسافر الرباعية إلى ركعتين هذه رخصة و سنة بارك الله فيك و لذلك لما قلت يجب نقول لك لا ما يجب يعني لو أتمت الوالدة صلت في السفر الصلاة الرباعية غير مقصورة جازة ذلك و لله لكن مثل حالة الوالدة فهي مسافرة و قد توفر فيها شروط مشروعية القصر من حيث المسافة ستمائة كيلو فأكثر و من حيث المدة الزمنية ثلاث أيام أو أربعة أيام فأقل فقولي للوالدة تقصر الصلوات الرباعية و هي الظهر و العصر و العشاء و إذا احتاجت إلى الجمع تجمع أيضا ذلك بارك الله فيك أم جابر من المغرب تقول بأن صديقتها حصل لها حادث سير و أعطاها التأمين تعويض تقول المحكمة حكمت لها بذلك قالوا لها بعض الناس بأن هذا ربا ما حكم هذا التعويض أختي أم جابر بارك الله فيك بالنسبة للإنسان إذا حصل له حادث سير و قررت المحكمة تضمين المتسبب فإن المصاب لا يجب علي أن يبحث من أين أتى بهذا المال فمدام أن هناك جهة قامت بتعويض المصاب بمبلغ مالي كما قرر القاضي فهذا جائز له هذا يسمى تعويض يعني الإصابات هذه فيه طبعا في الفقه الإسلامي لها تقدير يعني عندنا مثلا العظام إذا كسرت عندنا الهاشمة و عندنا الناقلة و عندنا أشياء كثيرة كل واحدة لها تقدير لكن إذا حكم القاضي بأن هذا الحادث أثر على هذه الإنسان و عطلها عن مصالحها و قعد بها عن العمال أو أثر على نفسيته و قدر القاضي مبلغ معين و حصلت عليه هي ليست مسؤولة من وين أتى به هذا الإنسان هي بالنسبة لها حلال أما بالنسبة له هذه راجعة له ولذلك بالنسبة للصديق تقول لها تطمع ولا شيء عليها في ذلك سعد من الأردن بارك الله فيه يقول والدي توفي تقريبا قبل شهر و والدتي في العدة تريد أن تخرج إلى بيتي أهلها و يبعد عنها خمسمائة متر هل يجوز سعد أحسن الله عزائك و عظم الله أجرك و غفر الله لأبيك و أسكنه الله عز وجل فسيحة جناته أخي الفاضل بالنسبة للمرأة المحادة الأصل أنها لا تخرج من البيت إلا لضرورة أو حاجة و العلماء يقولون الضرورة في الليل و الحاجة في النهار و بالنسبة لأقاربها هم يأتونها يعني أخواتها و بناتها مثلا و عماتها و خالاتها و قريباتها و بنات أختها و بنات أخيها و بقية الأرحام يزورونها يوميا أو ما بين يوم و يوم و هي لا تخرج هذا الأصل لكن إذا احتاجت للخروج مثلا و المسافة قريبة مثل ما قلت لي خمسمائة متر تزور والدتها و والدتها كبيرة في السن مثلا يعني مريضة أو شيء مثلا لا حرج على أن لا تبيت هناك و إنما تبيت في منزلها إذا احتاجت أما إذا كان لها غير محتاجة فالأصل أن تبقى في البيت و الناس هم الذين يزورونها تفضل يختم محمد شون صحة الشيخ مرحبا أهلا و سهلا و مرحبا الله يتكلم عافية سؤالي بالنسبة لمسجد عائشة رضي الله عنها التنعيم بعض الشيوخ منها ريد نسوي عمره نقول ريد نسوي عمره مثلا للمتوفي يقول قسم منهم يقولون لا يعني هذه ما تنشسب عمره زيان الأمر اللي لازم مثلا واحد يدفع تذكرة طيران ومصاريب حتى تنشسب للشخص لكن إذا إحنا دروش و نسوي عمره مثلا نفسنا و نسوي عمره الوالدي الوالدتي الأفي الأختي فهذا شنو يعني شنو هتنشسب عمره لولا هذا السؤال الأول نعم السؤال الثاني بالنسبة المبلغ من المال موجود يعني أريد أشتري بيت فهذا المبلغ اللي موجود يعني عندي أنا ما عندي دي شي لإمكانية بوحح حال عليه الحول بس ما قدر أطلع لأنه ما يكفي عصم بشراء بيت المبلغ ما يكفي عصم بشراء بيت فأني بهالحالة يعني مضطرة أريد أشتري بيت فأني بهالحالة ما رح أدفع الزكاة يعني هاي رح يحول عليه الحول الثاني يعني حال عليه حول أول ورح يحول عليه بعد كم شهر الحول الثاني فأنا بهتو حالة يعني مضطرة أدفع الزكاة أقدر أشتري بيت وبعدين ورا فترة أدفع مثلا من يعني أمكانيتي أقصط كل مبلغ كذا وأطلعه شعال أبشر يا أمو محمد شكرا مرحب أختي مرحب إقبال السلام عليكم عليكم السلام أرحب الله شوانك شيخنا الفاظل مرحب أختي شيخنا أريد شوي تعقيم على الرد هسا ما أنتك على منذ الفراغ بالنسبة للسن القبلية مالصلاة الفجر يقولك يعني الحميدوي قل يا له أنت أفره الثاني الحميدوي يقول هو اللوحد بس أريد الفرض هل نقتصر على الحميد والقل هو الله أو نقرأ إياها لأن قرآن الفجر كان مشهودة ويقصدون على صلاة الفجر نقدر نقرأ بها عدة سؤال سؤال الثاني شيخنا قرأت الآن ذاك اليوم سنة نبوية مهجورة الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقعد الصبح كل شيء ما يفعله أول ما يمسح وجهه نعم ويقول الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وألي أندي شور نعم بعدما يقرأ الأواخر سورة آل أمران من مية وعشرين إلى النهاية أننا في خبق السماوات والأرض صحيح إلى نهاية الآية صحيح بعدما يفعل الأشياء يعني هذه الضغطة أول ما يبدو بها بعدما يفعل الأشياء الأخرى طيب إن شاء الله يقرأ إن شاء الله نعم سؤالي ولو شي بصيف سؤال الشيخ نبنية قلت سألتني شوية يديهم لأوة قلم الجافز فشان بيدك ملعوة فقلت لي هذا بطل الوضوء يعني كيف كيف فانت جهد من عندي كيف لا ما يأثر على الوضوء أقبال فما أدري نعم سامحيني ما سمعت السؤال عدل سؤال الشيخ نبنية طالبة تصلي بس هاي تسمها يديها متلعوسة من هذا شون هسل قلم البيديك القلم الحبر يعني على يديها أحسن فتقلت لي هذا يبطل الوضوء إن شاء الله إن شاء الله إجتهاد مني قلت لي لم أصور إن شاء الله فشنو رأيك شيخ نعم شاء الله أبشري 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 أقبال تصدل أبو راشد مرحب أشيخ أهلا وسهلا شيخ عندي سؤال واحد فقط بخصوص الصور العيلة في البيت أيوة 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 يعني عندك أنت في البيت صور فيها بروزة يعني أيوة طيب شاء الله يا براشد شاء الله أبشر أبشر بارك الله للعائلة فقط يعني للعائلة الأولاد والأخوة أو أنا وزوجتي هكذا إن شاء الله أبشر أبو راشد طيب طيب الأخت مخال بن عجمان تسأل تقول بالنسبة للذكر سبوح وقدوس رب الملائكة والروح تقول هذا في كل صلاة الجواب نعم يا أخت الفاضلة في كل ركوع و السجود في جميع الصلوات سواء كانت صلاة فريضة صلاة نافلة صلاة العيدين صلاة الاستسقاء صلاة الكسوف مثلا إذا ركعتي وسجدت تقول سبوح قدوس رب الملائكة هذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أم محمد من العراق تقول إذا ذهبنا للعمرة أحبين أننا نجيب عمرة عن أمواتنا نذهب إلى التنعيم المسمى بمسجد عائشة تقول العلماء قسم منهم يقول لا ما يا صلاح و ما تعتبر عمرة و قسم منهم يقول نعم تعتبر عمرة تقول يعني مثلا من الصعوبة جدا أننا نعود مرة ثانية بسبب يعني التذاكر والطيران و شيء من هذا القبيل أختي أم محمد بارك الله فيك أولا بالنسبة للعمرة العمرة هي الزيارة في لغة العرب و في الشراء الزيارة و بالنسبة للعمرة نسك و هذا النسك ما ينشأ له إلا سفر واحد ما ينشأ له إلا سفر واحد النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر أربع مرات ما كرر العمرة في سفره عليه الصلاة والسلام أبدا ما كرر العمرة في سفره و لذلك عمرة القضية مثلا و بقية العمر ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يكرم مع بعد الشقة و المسافة بين مكة و المدينة يعني في تلك الأيام في تلك الأيام يعني مسافة صعبة ومع ذلك ما كرر النبي صلى الله عليه وسلم العمره ولا أرشد أصحابه أيضا قال لهم يعني اعتمروا كذا وكذا قضية إعمار عائشة رضي الله عنها لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأخيه عبد الرحمن اذهب بها إلى التنعيم يعني هذا كان من باب تطيب خاطرها لأنه بقيت تبكي تقول يرجعون بحج وعمره وأرجع أنا بحج لأنها حاضت في الحج فبكت فطيب النبي عليه الصلاة والسلام خاطر عائشة وأمر عبد الرحمن أخو عائشة بأن يعمرها من التنعيم المسألة صحيح خلافية نحن ما ننكر أن المسألة خلافية وليس فيها إجماع من أهل العلم من يقول نعم مدام أنه اعتمر وانتهى وكذا يذهب إلى أقرب الحل ليس شرطا أن يكون عائشة يعني لو ذهبت إلى عرفات ورجعتي يعني حرمت في عرفات مثلا ورجعتي يكون يعني خرجت عن حدود الحرام مثلا لكن الراجح من أقوال أهل العلم أن الإنسان ما يكرر العمرة لنفسي ولا لغيري حتى لو كان ذهب يعتمر عن الأموات وأنما يكتفي بهذه العمرة طيب الأموات نحرمهم؟ الجواب لا كيف نحرم الأموات؟ الأموات لهم حق علينا ماذا نفعل؟ الدعاء أفضل من العمرة أخت الفاضل الدعاء هذا أفضل من العمرة للميت أكثر ما يحتاج الميت للدعاء و لذلك الأنبياء عليم الصلاة سمدعوا لأمواته النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على الدعاء للأموات و هو أعظم صدقة تصل من الحي للميت لا نغفل هذا الجانب و لا نستهين بهذا الجانب أن بعض الناس الآن يستهين بجانب الدعاء و يركز على أشياء الدعاء أفضل منها هذا الأمر الأول المسألة الأخرى ممكن إذا سافرت مسافة قصر يعني رحت للمدينة و جيتي طريق سافرك عن طريق جدة مثلا أو الطايف و مريت في مكة أحرمي من الميقات ميقات أهل المدينة ذي الحليفة بأبار علي الآن سمى أحرمي من هناك و أنوي عمره لميتك مثلا مثلا أو رحت الطايف و خلف الميقات السيل الكبير مثلا سكنت هناك و جلست يوم يومين و حاب أنك ترجعين ما في بأس تأتي بعمره بارك الله فيك و لذلك ما عرف تكرار العمره لا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام و لا في عهد الخلفاء الراشدين و إنما حصل ذلك في عهد التابعين حتى إن طاووس بن كيسان اليماني العالم من أمة أهل العلم لما رأى الناس يترددون قال ماذا يصنع هؤلاء قالوا هؤلاء يأتون بأكثر من عمره قال ما أدري أيؤجرون أم يؤزرون يعني منكر لهم يقول هذا منكر ما حصل على عهد من قبلنا أنهم كانوا يكررون العمره و لذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك أكثر من الدعاء الصدقة بإمكانك الوقف حطي لك خمس مصاحف عشر مصاحف قولي هذه لله عز وجل أرجو ثواب في نفسك طبعا ترجين ثوابها لميتك الفلان بارك الله فيك أم محمد من العراق تقول عندي مبلغ من المال أريد أن أشتري فيه بيت وهذا المبلغ ما يكفي طبعا شراء البيت جالسة تجمع تقول مر عليه حول وسيمر عليه الحول الثاني تقول يعني كيف الزكاة أنا مضطرة أني أجمع حتى أشتري بيت كيف أزكي هل مثلا أتوقف عن الزكاة وبعدين فيما بعد أخرج الزكاة أختي أم محمد بارك الله فيك بالنسبة لي المال الذي تجيب فيه الزكاة ما توفر فيه شرطان الشرط الأول بلوغ النصاب والشرط الثاني حولان الحول وكل مال قابل للنماء مر عليه هذين الشرطين تجيب فيه الزكاة فمن جمع مالا لشراء بيت أو لشراء سيارة أو لزواج أو لسفر ما دام أن هذا المال قابل للنماء وهو مال يخصه ولم يكن صدق ولا وقف ولا شيء لا يخصه ووجبت فيه الزكاة فلا يجوز لك يا أخت الفاضلة أن تتأخر عن إخراج الزكاة أنت الآن مضى عليك حول وجاءك الحول الثاني ما يجوز بارك الله فيك وانتبهي لهذا الزكاة ركم من أركان الإسلام فريضة من فرائض الإسلام وهذا المال هو مال الله عز وجل استخلفنا الله عز وجل عليه والزكاة هذه تطهير لهذا المال الزكاة مأخوذة من النماء ومأخوذة أيضا من التطهير ولذلك لا تعتقدين بأن الزكاة ستذهب بهذا المال ستنقص هذا المال بنظرك أنت لكن الله عز وجل يبارك في هذا المال يبارك في هذا المال بعدين الزكاة يعني ما هي الزكاة يعني بعض الناس يا أم محمد يتصور بأن الزكاة تجحف بهذا المال غير صحيح الزكاة ربع العشر يعني مثلا عندك الآن أفترض مئة ألف كم زكاة المئة ألف 2500 2500 المليون زكاة 25 ألف وين 25 ألف عن المليون وهذا كله أمر أمر الله عز وجل يجب علينا أن نستسلم لأمره وأن نخضع لحكمه سبحانه وتعالى وأن نعلم يقينا حينما نخرج هذه الزكاة إيمانا بالله عز وجل واحتسابا للأجر أن الله يبارك لنا يبارك لنا سبحانه وتعالى فانتبهي ولا يأتي الحول الثاني وأنت ما أخرجت الزكاة إقبال من العراق تسأل عن قراءة ما زاد عن الفاتحة في الفرض تقول حتى مسألة الفجر والله تعالى يقول قرآن الفجر أختي إقبال لا أدري أنت استمعت جيدا إلى جوابي قبل قليل أم أنك التهيتي مثلا أنا فصلت فيها قلت أولا قراءة الفاتحة هي الركن من أركان الصلاة ما زاد عن الفاتحة في الفرض أو في النفل سنة سواء في الفريضة أو في النافلة والذي يقرأ الفاتحة ويقتصر عليه صلاته صحيحة ولكنني قلت فرق بين من يقتصر على الفاتحة وبين من يقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن من حيث الأجر والثواب من حيث الأجر والثواب من حيث أيضا الاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وآله 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 ولذلك من الخطأ الذي يقع فيه بعض المصلين اقتصارهم على الفاتحة فقط نقول هذا خطأ لأنك تركت سنة إلا لعذر إلا لسبب الخطأ ليس قضية أنه والله بطلت صلاته أو صلاته غير صحيحة لا وإنما تهاون في السنة تهاون في هذه السنة والأجر ينقص على قدر فوات هذه السنة وصلاة الفجر من السنة الإطالة فيها قال تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهود إقبال من العراق بارك الله فيها تقول هناك سنة نبوية مهجورة تقول يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا استيقظ لصلاة الصبح مسح وجهه ثم قال الحمد لله الذي أحياني ويقرأ أواخر آل عمران هل هذا صحيح أختي إقبال بارك الله فيك النبي صلى الله عليه وعليه سلم فرض الله عليه قيام الليل وهذا من خصائصه كما رجح ذلك جمع من أهل العلم من أهل التحقيق قالوا بأن قيام الليل فرض على النبي سنة على الأمة ولذلك الله عز وجل أمره بأن يقوم الليل ومن الليل فتهجد به نافلة لك نعم إلى آخر الآيات والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا استيقظ ليس لصلاة الصبح وإنما لقيام الليل كان يمسح وجهه بكفي صلى الله عليه وعليه ويقول الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور وكان ينظر إلى السماء إلى هذه النجوم ويقرأ قول الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قيام وقعود وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب والسلام وثم بعد ذلك إذا أذن المؤذن طبعا بعدما ينتهي من الوتر يصلي ركعتين صلى الله عليه وسلم خفيفتين ثم يضع يده هكذا على خده ويتكئ صلى الله عليه وسلم كما وصبت عائشة رضي الله عنها ينتظر الأذان فإذا أذن صلى ركعتين خفيفتين تقول عائشة ما أدري أقرأ فيهما الفاتحة أم لا هو قرأ الفاتح وقل لي أيها الكافرون وقله الله واحد في الركعة الثانية بعد الفاتح لكن كان يخففهما صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى صلاة الصبح وما كان يعود إلى بيت بعد صلاة الصبح لا يبقى في المسجد يحدث أصحابه صلوات ربي وسلامه عليه فضل أبرايد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله سيخي أعطى الله عنك عندي زوجة أم العيال معي شيخ هي معك نعم تفضل هاجرتني أسكل من 15 سنة نعم ما تجيني ولا أجيها أبل الهجر منها أو منك لا منها هي ما هو من ليلة هي وما تزوجت عليها ولا إلا تزوجت عليها نعم بعد الهجر أو قبل لا والله بعد ما أجرتني بعد ما تزوج أي طيب أبرايد طيب أبشر أبرايد مرحب مسهلا مرحب مرحب طيب إقبال من العراق تسأل تقول يعني بنت سألتني عن القلم الجاف تقول أحيانا أتوضع على يدي يعني شيء من القلم ما حكم وضوء وضوءها صحيح بارك الله فيك لأن هذا القلم الجاف تتشربه البشرة ولذلك هو مثلا يأخذ حكم الحنة وكذا فوضوءها الصحيح ولله الحمد والمن أبو راشد من عمان يسأل يقول بالنسبة لنا في البيت معلقين صور برزين يعني فيها براويز للعائلة يقول ما حكم ذلك أبو راشد بارك الله فيك هذه المسألة تكلمت فيها كثير وفصلت فيها القول وذكرت أقوال أهل العلم وخلصت إلى أن الصور الفوتوغرافية هذه هي ليست الصور التي جاء النهي عنها هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم أبو رايد من السعودية يقول عندي زوجة أم عيالي يقول هاجرته من 15 مرة خلاص أبو رايد سامحني والله المخرج يقول ما نستطيع لأن الوقت خلاص أدركنا لكن إن شاء الله غدا بيحول الله في أول برنامج أجيب على سؤالك وأوجي نصيح إن شاء الله لأم عيال عسى الله يفتح على قلبها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته